حلو جدا فيعني ده من اللعيبة إن شاء الله تكون اللعيبة المميزة نخش على إن شاء الله أكرم توفيق نستعرض برضو ده أكرم أعتقد على مستوى الدفاعي أكتر شيء هو أكرم توفيق برضو ليه أكرم صفقة مهمة تحديدا أنت دلوقتي عندك في حتة الارتكاز أليو ديونج عمر السلية حمدي فاتحي محمود متولي مصاب هل أنت في ثلاثة ارتكاز دي هتكفيك خاصة بعد رح يلحمت فاتحي كنت مثلا بتحطه أكيد أنت محتاج سكواد يكون عندك أربعة ارتكاز على الألف ده حقيقي ليه لأنه أنت ممكن تلعب في مطشاط تلات ارتكاز في أفريقيا ممكن واحد فيهم يتصاب نظرك هو يشتغل تمانية أو يشتغل ستة حينا بنلعب ستة وتمانية هو أكرم عنده المستين بس أنا بشوفه في ستة أكتر ليه لأنه هو معدل قطع الكرات بتاعه علي قوي وعرضة دي أكتر وهو كمان بيديك هو شبيه بأليو ديونج ينفع بديل أوي أو هو بديل جدا لأليو ديونج في حالة مثلا لقدر الله أصابته أقافه تحديدا أنت محتاج واحد تيل في الحتة دي أكرم توفيق نفس النوعية عنده الرؤية بيكمل لما نستعرض أرقامه دلوقتي هتلاقي أنه زاد في المراوغات زاد في المحاولات دي حاجة مهمة جدا غير أنه هو في قطع الكرات أصلا كويس جدا أرقامه عالية فعلا فدي لو استعرضنا بقى أرقام أكرم توفيق السنة دي لو بصين عليها هللاقي أنه هو اللاعب السنة دي 30 متش مع الجونة طبعا لعب 2872 دقيقة معدل دقائق اللاعب 85 دقيقة إذن هو على المستوى البدني كويس على المستوى من نهيل طبعا مسجل هدفين وصنع أهداف اتنين ده يمكن السؤال لحدك سألته هل هو بهايلعب ستة ولا تمانية الأرقام دي برضو بتبين أنه هو ممكن يلعب تمانية أنه هو صنع هدفين يعني هو ممكن هدفين ممكن يكون يا شوطاء بس عنده المستين لكن هو أفيد في حتة الستة هو ستة طبعا أهلا بكتير بس هو بيلعب الحتتين دي ميزة أنت عندك أليو ديونج بيلعب ستة وتمانية وعندك حمد فاتح بيلعب ستة وتمانية وعندك عمرو السليا بيلعب ستة وتمانية وعندك أكرم توفيق بيلعب ستة وتمانية عكس لما تجيب مثلا اللاعب على سبيل المثال طارق حامد ستة فقط مثلا حسام عشور 6 فقط مثلا يعني انا بدي مثال لكن انت دلوقتي النوعية اللعيبة في النادي الاهلي خاصة مع موسيماني عندها مرونة في حتة سناية الارتكاز يلعب 6 يلعب 8 دي مهمة اوي ليه لان الراجل اصلا بيلعب كرة حلوة كرة ممتعة محتاج لعيبة كرة حتى ممكن يقول لأي واحد فيهم انت تثبت والتاني يروح مش هتفرق بقى من 6 ومن 8 دي حاجة مهمة جدا منيجي لصناعة الفرص 12 مش كتير اوي صناعة الفرص فرص على المرمى اللي جات له جات له 5 فرص بس مسجل منهم اتنين نجي بقى نبص على الاركام الدفاعية ولو الحمالية عشان طبعا هو لعيبة ارتكاز دفاعي التمريرات الصحيحة بتاعته اكرم توفيق عامل 1233 تمريرة صحيحة من 1431 بنسبة دكة 86% ده رقم كبير رقم مميز معدل 1000 تمريرة صح ده رقم كبير فعلا التمريرات البيانية الصحيحة 6 الحاجة المهمة نبص بقى على على الثلاث ارقام دول اهم ثلاث ارقام في الاركام كلها اولا المحاولات على المرمى اكرم توفيق عامل 46 محاولة على المرمى تصويب على المرمى اه دي مهمة جدا انت عندك حمد فتح بيسدد وقاليو ديامجي بيسدد والسلاة بيسدد وجايب نفس النوعية اكرم توفيق عنده حتة الزيادة وده كمان بيسدد من مسافات بعيدة يعني اكرم انا عارف وعلى فكرة تطور فيها في اخر سنتين يعني حتة التسديد دي تحديدا دي اهو عامل كام 11 حولة صحة من 46 الحتة اللي تطور فيها اكتر المراوغات الصحيحة اكرم بقى بيعنده حتة الاختراك والبنتريشن والمروغات النكحة تخيل لما لعيب ارتكاس دفاعي يبقى عامل 73 مراوغة نكحة مع الجونة 73 انت بتتكلم في 73% نجاح حتة برضو ان انت عامل 73 مراوغة نكحة كبير قوي في حتة لعيب ارتكاس دفاعي يعني اصلا لعيب ارتكاس دفاعي ده ممكن ميبقاش مهاري يعني هو بيقطع وبيسلم وبيمرر لكن حتة المهارة وحتة التكملها في التسديد مهمة قوي قوي في لعيب زي ده قطع التمريرات 131 تمريرة يعني الدور الدفاعي طبعا بسم الله مشاه الله بتاعه عالي جدا هنستكمل بقى الاركام برضو حتة الالتحامات لان لعيب الارتكاس اه حتة الكاس بالكرة التانية والسكند بو مهمة جدا استخلاص الكرة من ملعب الخصم طبعا الجونة اغلب ماتشاته يعني مش بلعب زون شوية بلعب زون اه 51 نجي بقى للالتحامات نسبة فوزه بالالتحامات الارضية 61% نسبة فوزه بالالتحامات الهوائية 59% يعني تقريبا الـ 62% اه في الجيد في الجيد يعني مشقول الانتياز بس نقول جيد اه بالزرق يعني ممكن نقول جيد جدا اه يعني هو كمان اصلا هو مش طويل يعني برضو اقرام مش طويل عنده قوة وعنده اداء وعنده جنب كويس رغم ان هو صغير يعني نجي بقى لفقد الكرات في منتصف الملعب 44% ده رقم برضو يعني كبير مش 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 حلو قوي حتة فقد الكرة في ملعب منتصف اه هو ممكن بيكون في الجونة بيلعب اكتر عايز يبين نفسه اكتر عايز يرقص ويشو بياخد رزق اكتر بياخد رزق اكتر بالزبط الاخطاء اتنين ونص في الماتش الواحد برضو الاخطاء بتاعته تعتبر قلت شوية عن قبل كده تمام الكروت الصفرة حصل على سبع كروت صفرة محتاج ان هو يقلل شوية الكروت الصفرة عنده ولكن مركزه عدد كويس عدد كويس بالنسبة لمركزه تتكلم تلعب تلاتين ماتش ولا لعب تلاتين ماتش اخد سبع كروت صفرة مش وحش بالنسبة لمركزه بالنسبة لمركزه مش وحش بس هو بالنسبة يعني هو انت النهاردة هل اكرم هيفيده ولا لا نجي نبص إحنا عندنا آليو ديونج وعندنا عمر السلية وعندنا حمد فاتح لازم يبقى فيه معهم رابع أكيد